اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لعل لمعاليكم سمحت سيخنا توجيه حول هذا الموضوع وصدقكم الله وسدد على الخير خطاكم شكرا بارك الله وشكر الله لك هذا الاهتمام لا شك أن الفتن إذا حصلت وهي تحصل وخصوصا إذا تأخر الزمان فإنها تحصل وتكثر فتن كقطع الليل المظلم كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الله جل وعلا جعل لنا منها المخرج وذلك بالكتاب والسنة قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال صلى الله عليه وسلم إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته الله جل وعلا وصف القرآن بأنه يهدي للتي هي أقوى ووصف القرآن بأنه هدى وأنه شفى وأنه نور وأنه رحمة فهو المعتصم ولهذا قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله هو القرآن وقيل الإسلام وقيل الرسول والكل حق وقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ذكر سبحانه أنه سيكون هناك سبل كثيرة وأما سبيل الله فهي واحدة وأن هذا صراطي مستقيما صراط واحد طريق واحد لا عوجاج فيه وأما السبل فهي كثيرة وعلى كل سبيل منها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم طرقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فيلزم المسلم جماعة المسلمين يلزم طريق أهل السنة والجماعة وإمام المسلمين ولا يحيد عن ذلك إذا كان يريد النجاة ولا يذهب مع الفتن ومع دعاة الضلال ولا يأخذ إلا من أهل العلم الموثوقين لا يأخذ من من هب ودب ودع العلم قد يكون عالما لكنه ضال عالم ضلالة وقد يكون جاهلا في نفسه وضالا في نفسه فيضل من من اهتدى به واقتدى به فالمسألة خطيرة جدا ولكن الطريق واضح ولله الحمد وهو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه ومنهج السلف الصالح ومنهج الأئمة الذين جاءوا من بعدهم ولكن هذا يحتاج إلى أمرين إلى علم أولا وإلى صبر إلى أن تعلم هذا المنهج وتفاصيله وتصبر على سلوكه لأن الناس سيؤذونك سيؤذيك الناس وأصحاب الأهوى وأصحاب النحل الضالة لكن عليك بالصبر ما دمت مقتنعا أنك على الحق فلا تلتفت إلى من يثبت عنه ويزهد فيه وأنتم تعلمون وتقرؤون الآن في كثير من الكتابات من يريد حرف الناس عن طريق الحق إلى الحضارة الحاضرة إلى المدنية الحاضرة إلى اللحاق بركب العالم إلى نحن والحمد لله أمام العالم نحن السابقون إذا تمسكنا بهذا الدين لسنا في المؤخرة نحن السابقون يجب على العالم أن يقتدي بأهل الإسلام لأن أهل الإسلام يقتدون بأهل الضلال هذا من انتكاس الفطر ولا حول ولا قوة إلا بالله جزاكم الله خير شكرا لله الشيخ محمد ترجمة نانسي قنقر